استبشر سكان العاصمة خيراً بأشغال المترو بصاحة الشهداء ولما انطلقت الحفريات وعلى حد القول السائد زيادة الخير خيرين وسيستفيد السكان من متحف ومترو اليوم أشغال المترو انتهت والمدينة الأثرية لاحت للعيان لكن من دون إشارة أو بطاقة فنية المشرفون اكتفوا بتسييج المكان وتحويله إلى متحف ما زال بعيداً بغير النظر على المنطقة اللي راه هي نقدروا نشوفها اليوم بسكو ظاهرة طالعة الاخرين رح نديروا احنا مشروع وحدنا دونك المتحف اليوم ما زال أقفوا هنا بالمدينة العثمانية التي تم اكتشافها على هامش أشغال مترو الجزائر جزء ساحة الشهداء المترو ليس بعيد من هنا وهنا نحن بالمدينة العثمانية التي تروي الحقبة التاريخية من القرن 17 إلى القرن 19 هنا عيون المواطنين كلها فضول لمعرفة تاريخ هذا المكان الذي للأسف لا يحوي ولا لافتة ولا شارة تشرح تاريخ هذا المشروع أو ماذا يقوم به هذا العمال في هذه الأثناء من هنا من المدينة العثمانية القديمة المكتشفة حديثا حدثتكم زهور غربي لقناة نوميديا تيفي